السودان في قائمة الدول الرعية للإرهاب يعمق وبحسب مراقبين الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد فقد برزت توقعات بأن يتجاوز الاقتصاد الوطني أزمته عقب إلغاء العقوبات الأمريكية على السودان في الثاني عشر من أكتوبر في العام 2017 لكن رجال أعمال سودانيين يؤكدون أن بقاء السودان في قائمة الدول الرعية للإرهاب حطم هذه الأمال ويؤثر وجود السودان ضمن هذه القائمة سلبا في محاولاته للانفتاح على المجتمع الدولي ويرى مراقبون أن وجود السودان ضمن هذه القائمة يكبل اقتصاده نتيجة خشة المستثمرين الأجانب والبنوك الدولية من التعاون والاستثمار في هذا البلد ويرى خبراء اقتصاديون ومستثمرون سودانيون أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية دون أن يتم شطب اسم السودان من لائحة الإرهاب يبقي الوضع على حاله ويوضح مسؤولون أنه على الرغم من زوال العوائق القانونية أمام الاستثمار في السودان إلا أن المصارف الدولية والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين لا يزالون يخشون القيام بتعاملات تجارية مع بلد تدرجه واشنطن على قائمتها السوداء فقد فقد رجال أعمال سودانيون فرص تمويل تبحث عن مشروعات جيدة في المجال الصناعي وحرمانهم من موارد دولية كانت ستساعد الاقتصاد على التعافي من التدهور وصار وضع اسم السودان في قائمة الدول الرعية للإرهاب هاجزا يؤرق جميع دول الجوار ولم تعد المطالبات بذلك شأنا يخص السودان بل صارت أحد أهم البنود التي ترد في جميع التوصيات من قبل الهيئات الإقليمية والدولية التي يعد السودان فيها عضوا ترجمة نانسي قنقر